أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على دفع التعاون مع العراق وتطلع إلى عقد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين بالقاهرة قريبا وخروجها بنتائج تصب في دفع العلاقات الثنائية قدما وخلال لقائه مع رئيس تياري الحكمة الوطنية العراقية عمار الحكيم أكد الوزير شكري على الاهتمام الذي توليه مصر لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لربط مصالح البلدان الثلاثة وتطلع لتنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في أقرب وقت بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة